الرئيس السيسي يصل لعاصمة السعودية أرياض للمشاركة في قمة العربية الصينية الأولى رئيس الوزراء يستعرض موقف تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي روسيا تقول إن الحرب يمكن أن تنتهي غدا إذا أراد الرئيس الأوكراني ذلك الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة السعودية أرياض للمشاركة في القمة العربية الصينية الأولى وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن مشاركة السيد الرئيس في القمة تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول العربية والصين ويتضمن برنامج الرئيس السيسي عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في القمة من أجل تباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومنقشة آخر المستلدات على الساحتين الإقليمية والدولية غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية الصينية التي تعقد بالعاصمة الرياض ولدى وصول السيد الرئيس مطار الملك خالد الدولي بالرياض كان في استقبال سيادته الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض والسيد أحمد أبو الغيت أمين عام جامعة الدول العربية وكبار رجال الدولة وتأتي ظروف عقاد القمة في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى تضافر الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد الحلول السياسية للعديد من الأزمات والقضايا الإقليمية والدولية وتمثل القمة محطة بارزة في مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين أكدت الخارجية الصينية أن العلاقات الدبلوماسية مع مصر والتي بدأت في عام 1956 كانت الظروة الأولى لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول العربية وذكرت الخارجية الصينية أن العلاقات بين الصين وجامعة الدول العربية بدأت بعد إقامة علاقتها الدبلوماسية مع مصر حيث فتحت الجامعة مكتبها في الصين عام 1993 ووقعت وزارة الخارجية الصينية مذكرة التفاهم بشأن إنشاء آليات المشاورات السياسية مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عام 1999 وعينت الصين السفير الصيني لدى مصر مندوبا صينيا لدى جامعة الدول العربية في أكتوبر من عام 2005 وأقامت وزارة الخارجية الصينية آلية الحوار السياسي والاستراتيجي على مستوى تبار المسؤولين مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في يونيو من عام 2015 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت إن القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية تعد حدثا تاريخيا بكل المقييس وتعكس ثقل المنطقة العربية في النظام الاقتصادي الدولي أضف أبو الغيت في تصريحات صحفية أن هذا الحدث يمثل إدراكا مشتركا من الصين والدول العربية لما تقتضيه اللحظة الحالية التي تشهد أزمات عالمية متولية وممتدة الأثر وهو ما يحتم مدى جسور التواصل والعمل المشترك لإيجاد مبادرات فعالة للتعامل مع واقع الأزمات وتخفيف آثارها على الشعوب فضلا عن توظيف الإمكانات المتاحة لدى الطرفين العربي والصيني لتحقيق الازدهار المنشود هذا وتحتضن الرياض قمة تجمع بين دول العربية والصين بهدف دفع مسيرة التعاون بين الجانبين إلى أفاق أرحب تكتسب القمة العربية الصينية أهمية كبيرة في ظل الظروف الدقيقة التي تشهدها الساحة العالمية أهمية كبرى تحملها زيارة الرئيس الصينية شي جينبينغ للمملكة العربية السعودية والتي وصفتها بكين بأنها أكبر وأهم نشاط دبلوماسي بين الصين والعالم العربي منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية وأنه سيصبح حدثا تاريخيا في تاريخ تطور العلاقات بين الصين والدول العربية وبخلاف عقد قمة سعودية صينية وقمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية وقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية إلا أن الزيارة الخاصة بالرئيس الصينية تدشن لمرحلة جديدة من العلاقات بعد إطلاق المرحلة الأولى مع إنشاء منتدى التعاون الصيني العربي في عام 2004 وإعلان مبادرة الحزام والطريقة في عام 2013 حيث ترسم تلك القمم خارطة طريق قادمة للتعاون في مجالات سياسية واقتصادية وتقنية وعلمية ويتصدر جدول أعمال القمم السلاسة الاهتمام بتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات والكفاية الذاتية لضمان مواجهة تكرار الأزمات بشكل أفضل فضلا عن تعزيز التعاون في التحول إلى الطاقة الخضراء والاقتصاد الأخضر وكالعادة يكون حجم العلاقات الاقتصادية هو ترقمة للعلاقات السياسية بين الدول فإنه من المتوقع أن تشهد القمم دعم العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والصين حيث ترسم القمم خطة العمل المشتركة للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي والصين ما بين عامي 2022 و2025 فضلا عن أكثر من 20 اتفاقية أولية بقيمة تتجاوز 29 مليار دولار وتوقيع وصيقة الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والصين وخطة الموأمة بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريقة مع إطلاق جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين السعودية والصين وكعادتها في الآوينة الأخيرة تسيطر الأزمة الأوكرانية على معظم الاجتماعات والمحافل الدولية تسعى القمة العربية الصينية إلى إطلاق موقف موحد من الأزمة في أوكرانيا يهدف في المقام الأول إلى دعم التسوية السلمية وللمزيد حول القمة العربية الصينية ينضم إلينا الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية دكتور حامد بعد التحية يعني العلاقات المصرية الصينية التي تعود لأكثر من 60 عاما كانت هي البوابة نحو وجود علاقات صينية عربية كيف ترى وزن ودور مصر ورصيدها التاريخي وانعكاس ذلك على معطيات هذه القمة وفرص نجاح هذه القمة الأولى من نوعها أهلا بك يا فندم وأهلا بالسادة ومشاهد التلفزيون المصري طبعا هذه القمة يعني تمثل حدثا تاريخيا بيعكس المستوى الرفيع التي وصلت إليه العلاقات المصرية الصينية على وجه الخصوص والعلاقات العربية الصينية بالشكل عام على اعتبار أن هذه القمة يعني تم التصديق عليها في يوليو 2020 على هامش الدورة بتاع الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني وبالتالي فيتعطي دلالة وإشارة هامة في اتجاه تعزيز وتعظيم العمل المصري العربي الصيني على كافة المستويات على اعتبار أن الدولة المصرية هي من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية الصين عام 1956 وبالتالي هناك إرادة سياسية مشتركة تدفع في اتجاه تعزيز وتعظيم العمل العربي الصيني من خلال دور مصر المحوري التي تهمت بشكل كبير منذ تولي الرئيس السيسي صدق الحكم في العام 2014 للعمل بشكل قاطع على إحداث نوع من الاستقرار في المنطقة العربية وكان لثورة 30-6 دور محوري في استقرار المنطقة العربية وعدم تمدد الجماعات المتطرفة في المنطقة العربية وفي الخليج العربي على اعتبار أن كان هناك استهداف واضح من قبل هذه الجماعات للعمل على تهديد الأمن القومي العربي وهو ما نجح الدولة المصرية في وقت هذا المشروع الذي أراد أن يقضي على الدولة الوطنية وبالتالي مصر أصبحت لعبا رئيسيا في استقرار ليس فقط النظام العربي أو النظام الإقليمي ولكن في استقرار النظام الدولي على اعتبار أن الدولة المصرية والجهود التي قامت بها القيادة السياسية المصرية من خلال الكثير من الزخم العربي والإقليمي حتى شهدنا مؤخرا وجود أكثر من 120 دولة في مصر للمشارقة في قمة المنطقة وهذه دلالة واضحة على الثقة الكبيرة التي يليها المجتمع الدولي للدولة المصرية هذه القمة العربية الصينية تأتي في توقيت شديد الأهمية حيث يعاني العالم جميعا من خلافات سياسية وأزمات اقتصادية كيف ترى أهمية هذه القمة وهذا التقارب العربي الصيني في ظل وجود رغبة في إعادة سياغة واقع دولي جديد متعدد الأقطاب طبعا هذا الزخم الجديد في العلاقات العربية الصينية ومستوى الثقة السياسية المتبادلة بينهم يعني أكد على الكثير من المعاني خاصة أن العالم قبل الأزمة الروسية الأوكرانية ليس كما بعده على اعتبار أن العالم الآن يتشكل من عالم الثلاثية القضية الصين كقضب مهم جدا وروسيا والإدارة الأمريكية في سبيل أن هناك علاقات عربية مع الدول الثلاث والدول العربية منفتحة على كل الأقطاب الدولية اتفاقا واتفاقا مع مبدأ رابح رابح أو المصالح الاستراتيجية المشترقة التي تسعى إلى تحقيقها الدول العربية واستغلال الفرصة الزهبية التي أتاحتها لها الحرب الروسية الأوكرانية للعمل على تحقيق أكبر المكاسب السياسية والاقتصادية وأؤكد على معنى مهم جدا أن هناك رغبة الآن صينية روسية لانضمام مصر والسعودية إلى مجموعة بريكس باعتبار أن مصر والسعودية وغيرها من الدول العربية ثقل سياسي واقتصادي كبير يحقق الرخاء والنماء ويحقق الاستقرار في النظام العالمي أخيرا دكتور حامد كراءتك وتوقعاتك لمخربات هذه القمة على المستوى السياسي في ظن وتقديري أنه سيكون هناك الكثير والكثير من التوافق بل التطابق في الرؤى بين القوى العربية والصين على اعتبار أن القضية السلسطينية ستتصدر سدة المشهد في هذه القمة على اعتبار أنها هي القضية المركزية الأولى للمنطقة العربية وهناك اتفاق بين القوى العربية والصين للعمل على مبدأ حل الدولتين تبقى لاتفاقية السلام العربية التي تم إقرارها في العام 2002 في بيروت وأيضا الأوضاع في سوريا وأيضا الأوضاع في ليبيا والعمل على توحيد المواقف الصينية العربية لمواجهة حجم التحديات المتزايدة والتي تحتاج إلى توافق حقيقي والصين تسعى إلى أن تكون لها ثقة كبيرة في أماكن مهمة وتعلم الضوء المهم والمحوري التي تلعب الدولة المصرية على اعتبار أنها هي البوابة الرئيسية للقرة الأفريقية وغيرها من القرة الأوروبية على اعتبار أنه من الممكن جدا أن يكون هناك تعاونا في كافة المجالات وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية والقوى العربية والصين لإحداث نظام متوازن يحقق الرخاء والنماء لشعوب كل الدولة أشكرك جزيل أشكرا الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية كما ينضم إلينا للمزيد من المتابعة حول العلاقات العربية الصينية الدكتور صبر شاكر أستاذ مساعد الاقتصاد الدولي بجامعة حلوان دكتور لغة الأرقام تتحدث الصين قوى اقتصادية عظمة وها هو التعاون الآن ما بين الدول العربية والصين في ظل أزمات اقتصادية عالمية ما هي مؤشرات هذا التعاون إذن؟ كما بدأت حضرتك بلغة الأرقام أن الاقتصاد الصيني هو الاقتصاد الثاني في القوى الاقتصادية بنعار الناتج وإذا تحدثنا عن أرقام فإن الميزان التجاري ما بين الصين والدول العربية هو لصالح الدول العربية بمعنى أن الصدرات الصينية للدول العربية حوالي 145 مليار دولار في آخر سنة وبينما الوردات الصينية من الدول العربية حوالي 182 مليار دولار الدول العربية المشاركة بقوة أو المستقبلة للصدرات الصينية هي على الترتيب الإمارات 44 مليار السعودية 30 مليار ومصر 18 مليار أما بالنسبة للوردات الصينية أكبر دول مصدرة لها من الدول العربية تأتي في استدارة المملكة العربية السعودية ب57 مليار يليها عمان والإمارات ومصر في الترتيب رقم 9 بقيمة حوالي 71 مليار دولار إذن ميزان التجارة بيعكس لنا حاجات كتير أنه فيه روابط مشترقة فيه قضايا تجارية واستثمارية ذات المصالح ما بين القوى العربية والقوى الصينية هيكل نفسه التجارة أيضا بعيدا عن الأرقام الإجمالية بيعكس لنا دلالة كبيرة جدا يعني على سبيل المثال ما بني من نتكلم عن الصين بتعتمد على الدول العربية في المنتجات الخام ويمكن أغلبهم منتجات النفط تقريبا بنسبة 84% مواد الكيمة العضوية أما الصدرات الصينية للدول العربية هي صدرات أغلبها تمت الصنع متمثلة في الآلات والمعدات والأساس والسيارات بالفعل منذ قليل تم توقيع دعني دكتور أرجوك أن تبقى معي دعني أتحدث عن الصورة التي نتبعها الآن على الهواء مباشرة وهي مراسم الاستقبال الرسمي لرئيس الوزراء العراقي محمد داشيا سوداني للاستعدادات القائمة للقمة العربية الصينية تفضل دكتور تم توقيع حوالي 34 اتفاقية صنعية للاستثمار ما بين المنباق العربية الصعودية والصين هذه القمة سوف تكون في شكل مسلس قمة صعودية صينية وقمة خالجية صينية وقمة عربية صينية لكي يتم الحديث عن الملفات الصينية والملفات التي تتعاون المشترك ما بين الصين هل بتقسيم القمم السلاس تكون المباحثات أكثر تركيزا وأكثر استفادة مشتركة لكافة الأطراف المشاركة فيها هو بالفعل عشان يعني عملية الدقة وتحديد القضايا ذات الاهتمام المشترك بيبقى فيه ملفات أكثر صلة ما بين المنباق العربية الصعودية مثلا زي ملف النفط وتسعير النفط والخلافة الذي صار من فترة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي عندما يتطلب أن يتم معالجة هذه الأمور في قمة منفاصلة ما بين السعودية والصين هناك أيضا قضايا تجمع ما بين دول الخليج فقط وما بين الصين وهذا اهتمام مشترك ما بين القمتين باعتبار أن الدول مجلس التعاون الخليجي تكتل خاص بنفسه وهناك القمة الأوسع ما بين قمة الدول العربية ومجموعة المصالح العربية بصفة عامة وما بين الصين لأن حجم الاستثمارات عموما الصينية في الدول العربية تصل إلى حوالي 214 مليار دولار إذن هناك اهتمامات وهناك تغير في المصالح الموجودة والرؤية السياسية هنا مندمجة بالاقتصاد حيث يسعى أو نحن على اعتاب إرساء دعام لعالم متعدد الأقصاب الفياسية والاقتصادية دكتور صابر دعني أتحدث بشكل أكثر دقة حول علاقات مصرية الصينية وإحياء مبادرة الحزام والطريق مرة أخرى بوصف مصر أيضا بوابة إلى القرى الإفريقية وتقع فيها هذه المناطق الخاصة بإحياء المبادرة التجارية الاقتصادية مرة أخرى إذن كيف ترى هذه العلاقات والمأمول منها علاقات مصر والصين على المستوى الاقتصادية على المستوى الاقتصادي مصر سوف تستخدم مبادرة الحزام والطريق للدولة المصرية كنقطة استراتيجية كمنفذ للقرى الأفريقية وده نقطة مهمة جدا ومن هنا بيجي التكامل ما بين العلاقات المصرية التجارية الأفريقية وما بين العلاقات مع الصين وبالتالي حجم التبادل التجاري في المصري والصيني في الفترات الأخيرة بيحصل في نموه بشكل كبير جدا وبالتالي مبادرة الحزام والطريق هي بتحقق الأهداف الاستراتيجية لكل الدولتين عشان كده لما بنيجي نشوف أن انفاق القيادة المصرية أو الاقتصاد المصري على مشروعات البنية الأساسية ليس من قبل الصدفة ولكن عملية تجهيز لاستقبال حجم التجارة العالمية الذي سوف يتم نقلها على سبيل المثال من دولة الصين إلى الدول المشتركة في هذه المبادرة وبالتالي بتلاقي مشروعات مثل مشروعات المنطقة الاقتصادية بالسويس وغيره من المشروعات البنية الأساسية التي تخدم متحقق هذه الأهداف والعاصمة الإدارية الجديدة نعم دكتور صابر أشكرك جزيل الشكر دكتور صابر شاكر أستاذ مساعد الاقتصاد الدولي بجامعة حلوان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دائما ما تلعب مصر دورا فاعلا في تاريخ العلاقات المصرية العربية وفي إنهاء الأزمات بالمنطقة وإعادة الاستقرار بها مصر دائما تضع القضايا العربية على قائمة أولوية السياسة الخارجية المصرية كما تدعم مصر مؤسسات الدول وتعمل على استقرارها تاريخ طويل من العلاقات المصرية العربية تلعب فيه القاهرة دائما دورا فاعلا في إنهاء الأزمات بالمنطقة وإعادة الاستقرار بها بما لها من قوة ومكانة وما يضيفه لها موقعها الجورافي ودورها التاريخي فالسياسة الخارجية المصرية تجاه الأزمات في المنطقة العربية تستند إلى عدة مرتكزات تتلخص في ارتباط الأمن القومي المصري والعربي ارتباطا وثيقا فالقضاء العربية على قائمة أولويات السياسة الخارجية المصرية وهو ما ترجمته الزيارات الرئاسية المتعددة والمتواصلة للعواصم العربية للتوطيل العلاقات والتنسيق بشأن القضايا المشتركة كما أن القاهرة لم تكن غائبة على المستوى الرئاسي على المحافل العربية التي تناقش أزمات المنطقة وعلى رأسها القمم العربية فكانت القضية الفلسطينية والأزمة السورية والليبية حاضرة بقوة في اجتماعات الرئيس السيسي مع المسؤولين العربي والأجانب ومسؤول المنظمات الدولية وكان الهدف المصري واضحا دائما وهو دعم مؤسسات الدول والعمل على استقرارها والحفاظ على وحدة أراضيها في مواجهة التدخلات والأطماع الخارجية وبالإضافة إلى تعميق التعاون الثنائي مع الزعماء العرب كانت المبادرات أيضا لجمع الأشقاء لتوطيل تعاون مشترك متعدد الأطراف كان من بينها على سبيل المثال تدشين آلية للتعاون الثلاثي عام 2019 مع العراق والأردن ليصبح التحرك على كافة الأصعيدة والاتجاهات لخدمة القضية العربية ولتصبح مصر وبحق الشقيقة الكبرى وصاحبة المقعد الريادي والقيادي في المنطقة وخلال سنوات الماضية شهدت العلاقات المصرية السعودية تطورا كبيرا وتعاونا في المجالات كافة وما عزز من تطوير هذه العلاقات الزيارات المتبدلة التي قام بها قادة البلدين بالإضافة إلى تبادل الرؤى في القضايا الإقليمية والدولة للعلاقات المصرية السعودية مكانة خاصة تجمع قيادتي البلدين وشعبيهما فخلال السنوات الأخيرة شهدت العلاقات السنائية تطورا كبيرا وازدادت رسوخا في عهد الرئيس السيسي وترجمت في زيارات واتصالات لا تنقطع بين مسؤول البلدين العلاقات السياسية بين البلدين وصلت إلى آفاق أرحب والتنسيق الكامل والتشاور الدائم هو السمة تلك العلاقات وذلك بهدف مواجهة كل ملفات المنطقة وأزماتها وما يتعلق بها من تهديدات وتحديات وفي الملفات الإقليمية والقضايا السياسية تجد مصر والمملكة يدعمان المبادرات السياسية والحلول السلمية لكل أزمات المنطقة العلاقات السياسية تطورت أكثر في ظل الزيارات المتبادلة والاتصالات القائمة بين قيادة البلدين فخلال السنوات الماضية توجه الرئيس السيسي إلى المملكة العربية السعودية في مناسبات ومؤتمرات عدة وكذلك استقبل قادة المملكة على أرض مصر وعلى الصعيد الاقتصادي عمل قائد البلدين الرئيس السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز على الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وذلك من خلال تأسيس مجلس التنسيق المصري السعودي الذي وقع عشرات الاتفاقيات المشتركة اتفاقيات تعزز تجمع القاهرة والرياض من علاقات اقتصادية متينة حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال السنوات الخمس الأخيرة حوالي 47.7 مليار دولار وتتواجد بمصر أكثر من 6 ألاف شركة سعودية مقابل نحو 800 علامة تجارية وشركة مصرية بالأسواق السعودية ويأتي مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي درة التاج لتعاون القاهرة والرياض حيث يسهم عند تشغيله في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية السعودية والاستفادة المسلم من قدرات توليد الطاقة في مصر التعاون المصري السعودي حائط صد منيع من المخاطر التي تهدد الأمتين العربية والإسلامية في وقت باتت التحالفات هي طوق النجاح واستطلاط من الأمواج الأزمات الإقليمية والدولية استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي موقف تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 والذي عقد أكتوبر الماضي واستهدف التوافق حول خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية خلال الفترات المقبلة في هذا الإطار أوضح مجلس الوزراء أنه تمت موفاة الوزراء والجهة المعنية بجميع الوثائق الخاصة بالمؤتمر متضمنة توثيقا لتوصيات منبثقة عنه كما تم تشكيل أمانة فنية لمتابعة تنفيذ توصيات في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وقام المركز بتطوير عدد من اللوحات المعلومتية التي تتيح لمتخذ القرار متبعة التوصيات الجارية والمنفذة موزعة على المحاور الستراتيجية والقطاعات كذلك الجهة الحكومية المعنية بتنفيذ تلك التوصيات استعرض رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي في اجتماع مع الجهات المختصة نتائج والتوصيات الأولية لتقييم عمليات نظام التأمين الصحي الشامل التي أعدها البنك الدولي كما استعرض نتائج الدراسة الاكتوارية لفحص المركز المالي والاكتواري للمنظومة المقدمة من احدى الشركات العالمية المتخصصة أكد رئيس الوزراء على ما توليه الدولة من اهتمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل لفتاً إلى تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية المتابعة المستمرة لإجراءات تطبيق المنظومة والتقييم الدائم لها من جانبهم أشار مسؤولوء البنك الدولي إلى أنه قد تحقق تقدم كبير منذ اطلاق المنظومة في عام 2018 وأكدوا ضرورة العمل على زيادة وعي السكان بمزايا منظومة التأمين الصحي الشامل وكذا أهمية التوسع في التعاقد مع القطاع الخاص أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي أهمية الدور الذي تقدمه وكالة الفضاء المصرية في خدمة مجال علوم الفضاء وتوطين هذه الصناعة الحيوية في الدولة وبناء أديال تواكب تقدم التكنولوجي المتسارع جاء ذلك خلال لقاء مدولي بالرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية شريف صفقي والذي أكد أن الأهداف الرئيسية لعمل وكالة الفضاء المصرية تتركز في استحداث ونقل تكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها نفى مجلس الوزراء لتعاقد والمزاعم بشأن توجه الدولة المصرية لبيع الأصول وأوضح المجلس أن الحكومة قامت بوضع سياسة متكاملة لملكية الدولة للأصول ومقترحات تعزيز دور القطاع الخاص على مستوى القطاعات المختلفة وذلك استنادا إلى التجارب الدولية الناجحة وألفت إلى أن سياسة ملكية الدولة للأصول تستهدف رفع معدلات نمو الاقتصادي إلى مستويات محققة لطموحات المصريين نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقدم الحكومة بمشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد اتضمنوا السماحة لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية والتي أكدت أن مشروع التعديل التشريعي المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد والذي يناقشه مجلس النواب حاليا لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين ولا الشركات ولا المؤسسات العاملة في مصر ويقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لراعيها للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي نظمت اللجنة الطبية العليا والاستغاسات بمجلس الوزراء أعمال القافلة الطبية الشاملة التي انطلقت في منطقة المسلس الذهبي حليب وشلتين وأبو رماد وذلك بالتعاون مع جامعة الأزهر وجمعية رسالة للأعمال الخيرية يأتي انطلق هذه القافلة التي تضم العديد من التخصصات الطبية المختلفة من الكوادر الطبية ذات الكفاءة العالية من جامعة الأزهر وفي إطار جهود دولة المصرية لتوفير احتياجات المواطنين في مختلف مناطق الجمهورية أشار رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاسات بمجلس الوزراء حسام المصري إلى أنه من المقرر أن تجري القافلة التي تضم أكثر من ستين طبيبا الكشف الطبية على جميع الحالات المرضية بالإضافة إلى إجراء جراحات عامة وجراحات أطفال بمستشفى شالتين المركزي بالمجن صدق الفريق محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة على قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2023 صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الأعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة إبريل 2023 جاء ذلك خلال وقاء المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء سامير خليدي مدير إدارة التجنيد والتعبئة أشار فيه إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية والتي سيتم مستقبالهم اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق العشرين من ديسمبر 2022 وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع إدارة التجنيد والتعبئة على شبكة الإنترنت على العنوان التالي تجنيد.mod.gov.eg ومن خلال ركم الخدمة الصوتية للمركز الإلكتروني لخدمات التجنيد 15-4-99 توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السهر الرسمية وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 667 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبوطات بلغة 811 طن وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط 127 طن أما في مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأسعار أزيدة من السهر الرسمي للأرز الأبيض فقد تم ضبط 651 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسعار أزيدة من السهر الرسمي تم ضبط 32 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 916 قضية من بينها 237 قضية خبز ناقص للوزن و236 قضية خبز غير مطابق للمؤصفات في الشأن اللبناني فشل البرلمان اللبناني للمرة التاسعة في انتخاب رئيس للجمهورية رغم شغور المنصب منذ أكثر من شهر اقترع 39 نائبا بورقة بيضاء فيما حصل النائب ميشيل معوض على 39 صوت واحدد رئيس البرلمان نبيه بري والذي دعا للحوار للتوافق على اسم مرشح موعدا لجلسة جديدة يوم الخميس المقبل لا يملك أي فريق سياسي أكثرية برلمانية تخوله فرض مرشحي أمر رئيس الوزراء العرقي محمد شيع السوداني بتشكيل لجنة تحقيق على خلفية تفريق قوات الأمن لاحتجاجات في النصرية مما أدى إلى سقوط قتلين وإصابة آخرين كما أصدر رئيس الوزراء العرقي توجيها لوزير الداخلية بإقالة قائد شرطة نصرية عيث كانت الشرطة العرقية قد ذكرت أن محتجين رشقوا قوات الأمن بالحجارة مما أدى إلى إصابة 11 على الأقل فيما أفادت مصادر طبية بإصابة 16 شخص كما أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تام لاندر كينغ أن الوضع في اليمن لا يزال هشها بسبب تراجع قوات الحسي عن التزاماتها وتقدمها بمطالب متطرفة إضافة لسلسلة من الهجمات الأخيرة التي تهدد الشحن البحرية الدولية وقال لاندر كينغ أن الأعمال التي ترتكبها قوات الحسي من خلال مطالبتها في اللحظة الأخيرة للحكومة اليمنية بتحويل عائداتها المحدودة وإصادرات النفط لدفع رواتب مقاتلي الحسيين النشطين تشكل إهانة للمجتمع الدولي بأسره وهي غير مقبولة على الإطلاق وفي تونس قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن القانون الانتخابي يمنح الهيئة السلطة التقديرية والصلاحية في إلغاء النتائج التي يحصل عليها الفائزون حال رصد ما يثبت التأثير على الانتخابات بالمخالفة للقانون قال رئيس الهيئة خلال إشرافه على عملية نقل بطاقات التصويت الانتخابية من المقر الرئيسي بتونس العاصمة إلى الهيئة الفرعية بالولايات إن الهيئة ووحدة الرصد التابعة لها تواصل متابعة كل المخالفات الانتخابية المرتكبة مشيرا إلى أنه تم إحالة عشرات المخالفات إلى النيابة العامة وتتولى الإدارة القانونية بالهيئة متابعتها تنطلق الانتخابات التشريعية في السابع عشر من ديسمبر وفي ملف الأزمة الروسية الأوكرانية قالت الرئاسة الروسية إن الحرب يمكن أن تنتهي غدا إذا أراد الرئيس الأوكراني زلانسكي ذلك تصرحات الكريملين جاءت ردا على توقع القيادة الأوكرانية انتهاء الحرب خلال العام القادم وردا على سؤال عن أهدف الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا قال المتحدث باسم الكريملين إن روسيا ما زال يتعين عليها تحرير أجزاء من منطقة دونسك والأوهانسك وخيرسون وزابوريجيا كما أقر الكريملين بوجود خطر من وقوع هجمات أوكرانية على مواقعه في شبه جزيرة القرم مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني يواصل شن هجمات إرهابية هناك إلى ذلك قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن الولايات المتحدة تخطط لتأجيج الصراع في أوكرانيا على الأقل حتى نهاية عام 2025 وأوضحت زخاروفا أن واشنطن ترغب في إقناع القنغرس الأمريكي بتضمين مساعدات إضافية لكياب بنحو 37 مليار دولار لعام 2023 وشددت زخاروفا على أن العقد الأمريكي الذي تم توقيعه في نهاية نوفمبر الماضي مع شركة رايث المقابلة مليار ومئتي ألف دولار لتراء أنظمة الدفاع دوي لكياب يتناسب مع نفس المنطقة قال نائب وزير الخارجية الروسي سردير يابكوف إن موسكو ستلتزم بتعليق نشر الصواريخ النووية متوسطة المدى في أوروبا مدامة الولايات المتحدة لم تنشر مثل تلك الأسلحة في أوروبا أو أسيا وأضاف في تصراحات صحفية أن تعليق المؤقت لا يزال ساريا ولكن إذا نشرت الولايات المتحدة مثل تلك الأسلحة في أوروبا أو أسيا فإنه لا يمكن أن تبقى على ذات النهج دون تغيير أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلانكين على أن هناك دعما كافيا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لموصلة تقديم المساعدة إلى أوكرانيا جاء ذلك في أعقاب عقد وزير الخارجية الأمريكي اجتماعا مع أعضاء في مجلس الشيوخ لبحث الأزمة الأوكرانية هذا وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى تقدر بالمليارات منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي طال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي إن ترميم نظام الطاقة في البلاد بشكل كامل يعد أمرا مستحيلا حاليا وأضف زيلنسكي أن كيف تريد باستمرار من توليد الكهرباء ومن إمداداتها تزيد منها رغم أن معظم المدن والمناطق تستهلك الكهرباء بناء على جداول تتضمن قطع الطيار الكهربي لفترات طويلة نحن نعمل باستمرار على زيادة توليد الكهرباء وإمداداتها ونضيف قدرة أكبر كل يوم تقريبا لكن لا ينبغي أن ننسى ولا ينبغي أن ينسى الجميع إنه من المستحيل الآن استعادت مئة بالمئة من نظام الطاقة كما كان قبل بداية الاستهداف الروسي لمنشآت البنية التحتية هذا هو السبب في أن معظم المدن والمناطق تعمل وفقا لجدول يتضمن قطع الطيار لفترات قالت وكالة الدفاع الأوروبية إن الإنفاق الدفاعي الأوروبية تجاوز للمرة الأولى 200 مليار يورو في عام 2021 وهو ما يعادل 1.5% من إجمالي النتج المحلي للدول الأعضاء في الوكالة البالغي عددها 26 دولة وذكرت الوكالة في تقريرها السنوي لبيانات الدفاع ذكرت أن الإنفاق ارتفع 6% عن عام 2020 إلى 214 مليار يورو مسجلا أقوى نمو منذ بدأت المنطقة زيادة الإنفاق العسكري في عام 2015 بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرنة من أوكرانيا وتأسست الوكالة عام 2004 تتمثل مهمتها الرئيسية في دعم وتأسير التعاون الدفاعي في أوروبا أكدت روسيا أن قواتها تشارك في تدريبات تكتيكية في بيلاروسيا من جانبها شددت بيلاروسيا على أنها لن تدخل في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كان رئيس البيلاروسي أليكزاندر لوكاشانكو قد أمر في السابق قوة بلده بالانتشار مع قوات روسيا قرب الحدود الأوكرانية وعزى ذلك لتهديدات من كياذ والغرب موسيقى موسيقى توصل الأزمة الأوكرانية تأثيرها السلبية على دول الأوروبية مع ارتفاع أسعار الطاقة مما يهدد مئات الألاف من شركات من احتمالية الإفلس وزادت في الفترة الأخيرة الانتقادات الموجهة للحكومات الأوروبية بسبب عدم العدالة في توزيع الدعم وكذلك اهتمامها بالشركات الكبرى وترك الشركات الصغرى تواجه خطر الإفلس خطر الإفلس أصبح يهدد مئات الألاف من الشركات الأوروبية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الأزمة الأوكرانية واستعجز لحزم الدعم الحكومية عن مواجهة هذا الخطر المتضخم فواتير الطاقة بالاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 500% هذا العام مقارنة بالعام الماضي مما جعل العبء ضخما على كاهل الشركات والأفراد وبسبب عدم العدالة في توزيع الدعم بأوروبا تتعالى الانتقادات للحكومات الأوروبية لاهتمامها بالشركات الكبرى وترك الشركات الصغرى تواجه خطر الإفلس العديد من المؤسسات الأوروبية المستهلكة للغاز الطبيعي تقدمت بطلبات إفلس بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة ومنها شركات منتجة للأسمنة تعتمد على الغاز كمادة أساسية بالإضافة لشركات الصناعة السقيلة التي تستهلك كميات ضخمة من الطاقة وكذلك منتج الألمونيوم الأسمنت أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت بشكل كبير وحطمت الأرقام القياسية ولذلك تزيد احتمالات إفلس شركة الطيران الأضعف في أوروبا خلال الشتاء الحالي وفي الوقت الذي توجه فيه الدول التي ساندت تلك الشركات خلال أزمة جائحة كورونا في العامين الماضيين توجه الدعم حاليا إلى قطاعات أخرى نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وتزامنا مع ذلك تكافح الحكومات الأوروبية من أجل تخفيف أعباء نفقات المعيشة المتزايدة على المستهلكين بعد وصول معدلات التضخم إلى مستويات قياسية تداعية الأزمة الأوكرانية أصابت الاقتصاد الألماني بالأزى أكثر من أي اقتصاد أوروبي أو عالمي آخر لأن برلين تعتمد أكثر من غيرها على صناعات أساسية في رفاهيتها وتوفير فرص العمل لسكانها أما المشكلة الأخرى فتكمن في اعتمادها على المواد الأولية المستوردة والتي تزداد صعوبة الحصول عليها بسبب تبعات العقوبات الاقتصادية الغربية ضد روسيا وعقوبات موسكو المضادة لها ومن أبرز أسباب تهديدات الشركات في أوروبا وألمانيا بالإفلاس هو انخفاض معدلات الاستهلاك خاصة وأن المستهلكين يحكمون عن الإنفاق نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم ومع ارتفاع معدلات البطالة بأوروبا أفلست في عام 2022 ما يقرب من 14.500 شركة في ألمانيا مما أدى إلى تسريح العمالة وبالتالي أصبح شبح الإفلاس حاضرا أمام جميع الشركات الأوروبية وحزم الدعم الحكومية غير كافية للإنقاذ أمرت كوريا الجنوبية سائق الشاحنات المضربين في قطع الوقود الصلب بالعودة إلى العمل وأدى الإضراب إلى تأخر إمدادات سلع تقدر قيمتها بنحو مليارين وستمائة وكمسين ألف دولار في الأيام الاثنى عشرة الأولى للإضراب وذلك حسب وزارة التدارة في سول مما أثار مخاوف إزاء تدعيات ذلك على سلاسل التوريد العالمية والتي تأثرت بالفعل من جراء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا كشفت رابطة سيارات عن الركاب الصينية أن مبيعات سيارات الركاب في الصين بلغت 1.67 مليون وحدة في نوفمبر بانخفاض بلغ 9.5% على أساس سنوي وتوقعت الرابطة الصينية أن يسرع المستهلكون للشراء في نهاية العام قبل انقضاء أجل الدعم الحكومي وخفض ضريبة الشراء وانخفضت مبيعات السيارات في نوفمبر لأول مرة منذ مايو على الرغم من التحفيزات الحكومية في الأشهر الماضية بسبب استمرار فرد الكثير من قيود مكافحة كورونا في الشهر الماضي الأمر الذي قود الطلبة وأبطأ أنشطة الانتهج كما ترجعت أيضا صدرات الصين ووارداتها في نوفمبر الماضي إلى مستويات غير مسبوقة منذ بداية عام 2020 في أجواء القيود الصحية والطلب البطيئة وأدى تفشي الوباء في البلاد الشهر الماضي في شكل غير مسبوك إلى قيود أدت إلى تعطيل إنتاج المصانع وسلاسل التوريد بشكل كبير في أجواء القيود الصحية والطلب البطيئ تراجعت صدرات الصين ووارداتها في نوفمبر الماضي إلى مستويات غير مسبوقة منذ بداية عام 2020 وأدى تفشي وباء كورونا في البلاد الشهر الماضي بشكل غير مسبوك إلى قيود أدت إلى تعطيل إنتاج المصانع وسلاسل التوريد بشكل كبير وعلى الفور انخفضت الصدرات بالنسبة 8.7% خلال عام واحد لتصل إلى 296 مليار دولار وفقاً للأرقام التي نشرتها الجمارك الصينية ويشكل هذا أكبر انخفاض يسجل منذ بداية الوباء في فبراير من عام 2020 عندما كان النشاط متوقفاً في الصين من جهة أخرى أدى خطر ركود في الولايات المتحدة وأوروبا إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة إلى إضعاف الطلب على المنتجات الصينية وبلغ الفائد التجاري للصين مع بقية العالم ما يقرب من 70 مليار دولار في نوفمبر وهو مستوى أقل بشكل عام من الأرقام المعتادة وأدى هذا الانهيار في التجارة الخارجية إلى تقويد ركيزة من ركائز الاقتصاد الصيني خلال العامين الماضيين لكن التوقعات على الأمد المتوسط قد تكون أفضل وذلك مع توجه بكين إلى تغيير السياسة المتعلقة بجائحة كورونا مع تخفيف تدريجي لبعض القيود أنها مؤشر نيكي الياباني لتعاملات قرب أدنى مستوى له في شهر متأثراً بإغلاق ضعيف لوالستريت وسط مخاوف اقتصادية فضلاً عن نتائج أعمال شركات حيث انخفض نيكي بنسبة فاصل أربعة بالمئة وهو أدنى مستوى إغلاق منذ العاشر من نوفمبر الماضي كما تراجع المؤشر طعبيكس الأوسع نتاقاً بفاصل 35% استقرت أسعار النفط خلال التعاملات الأسوية بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى لها هذا العام وارتفع الإنتاج ومخزونات البنزين في الولايات المتحدة في الوقت الذي نمت فيه المخاوف من أن يؤدي تباطؤ الاقتصادي لضعف الطلب على الوقود ارتفعت العقود الآدلة لخام برينت بنسبة 8 من 10% لتصل إلى 77 دولار و 79 سنت للبرنيل بينما زادت العقود الآدلة لخام غرب تيكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1% لتصل إلى 72 دولار و 7 سنت للبرنيل التفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الصيني تشي جينبينغ صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بان سيد رئيس أعرب لرئيس الصيني عن التطلع للعمل المشترك معه خلال الفترة القادمة للارتقاء بالعلاقات بين الجانبين خاصة في ظل روابط الصداقة التاريخية والممتدة التي تجمع البلدين والشعبين المصري والصيني وخلال اللقاء أشهد الرئيس الصيني بدور مصر وبقيادة الرئيس في تعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وهو الدور الذي تعول عليه الصين في إقامة شراقة صينية عربية كما قدم رئيس الصيني التهنئة للرئيس السيسي على تنظيم المصري الرفيع المستوى للقمة العالمية للمناخ كوب 27 في شرم الشيخة والنجاح الكبير الذي حققته وأكد رئيس الصيني أن بلاده تعتز بشراكتها مع مصر في جميع المكانات وتتطلع لتوسيع وتنويع أطر التعاون المختلفة فضلا عن دعم مصر في مسيرة التنمية الحالية بقيادة السيد الرئيس مؤشرا إلى أن مصر بها فرص واعدة للاستثمارات والشركات الصينية ومن ثم هناك أفاق واسعة للارتقاء بالتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين الصديقين أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى الجهود المبذولة في إطار دعم محور البنية التحتية والمعلوماتية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعمل على سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها في هذا الصدد وخلال لقائه وزير الاتصالات عمر طلعت لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة أشار مدبولي إلى ما يتعلق بملف التحول الرقمي وميكانة الخدمات الحكومية وذلك تنفيذ لتوجهة الرئيس أسيسي بما يسهم في إطاحة المزيد من الخدمات للمواطنين بشكل ميسر بمختلف القطاعات انطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ بتكليف من سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لخارجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري وتوطين التنمية بما يضمن استدامة المبادرة تسعى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية وهي توفير فرص عمل وتوطين الصناعات الحديثة وتقليل الفجوة الاسترادية من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربع القادمة نظم حزب حماة الوطن بالبحيرة جلسات الحوار الوطني بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظة البحيرة وعدد من قيادات الحزب والنواب وأساتذة الجامعات بمقر مجمع دمنهور الثقافي تناولت الجلسات المحاور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في حضور عدد كبير من أبنائي محافظة البحيرة نهاية النشرة لا يتوقع بها سوى التفكير بأبرز ما جاء بها من أخبار الرئيس السيسي يصل لعاصمة السعودية رياض للمشاركة في القمة العربية الصانية الأولى رئيس الوزراء يستعرض موقف تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي روسيا تقول إن الحرب يمكن أن تنتهي غدا إذا أراد رئيس الأوكراني ذلك وصلنا إلى ختم نشرة أسالسة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري شكرا للمتابعة ودونتم في أمان الله شكرا للمشاهدة